مرحبا بكم على قناتي كوك ايلين دي زاد و شغم باج فيسبوك كوك ايلين دي زاد و مرحبا بجميع المشتركات الجدد مرحبا بكم و شكرا على الثقة اللي مدتوها لي نتمنى لكم فرجة ممتعة نبدو بسم الله في تحضير هذا الطاجين اللي هو طاجين كورية الدجاج المحشوه بالجبن و رافقتها هنا بسصلة الزيتون كيما كتشوفو جي بنت اعراس ولا ارواح نحن كمية من الفيوند اشي و عفوا من البولي اشي كيما كتشوفو البنات عندي نصف صدر تعد دجاج اشي ته في الاشواق زيت لها هنا يا سنين انا تعدهم زيت لها شوية تعد المعدنوس وضفت لها تاني مغرفة صغيرة تعد زبدة باش اكم عارفين بلي صدر تعد دجاج يجيناشف وميجي شبنين لازم نضيف لها هاد اللمسة تعد زبدة او المرغارين باش دي نفطره تعد اللحم التعنا انا هنا احبت على الزرودية والزوج كيما كتشوفو قطعت هذه غندل عندي هنا كمية من زيتون اشي تاني كنت مغليتاش بيته في الافاعين ولا خليه ساعة ولا ساعتين في الافاعين والماء وعصرة على الليمون باش تقدلها هديك لاخوليغتاعة وعندي وريقة تعرنت ولا فخصتاعي كيما كتشوفو دفت لها تاني شوية على الملح فلفل كحل شوية تعكركم ومكتطلها كيما كتشوفو وجدنا هاد اللي بوليت وحشيناهم بمورسو تاع الفخوماج ابيض عادي التومال والفخوماج اللي كنا عندكم استعملوه حكمت هنا كوكوت ولا تاجين ولا مقلت تكون شوية مقعرة درت فيها مغرفة المرغانين ولا الزبدة زلت لها شوية على الزيت خليتهم يسخنوا ودفت لهم هاد الكوريات يتقلوا لي هاد اللمسة لازم نديروها باش الزيت تعنا ايجينا بنين ونملقوا فيه اللاصوس تعنا الزيتهم ووالا نخليهم يدون هاد التحميره كيما كتشوفو ونعاودون نحوهم من المتاجي تعنا ولا من الكوكوت تعنا بهذا الطريقة يدون غير تحميره فقط سينو تبوتو يترمضوهم فلافاقين وتقلوهم باش لاصوس تعكم جيكم خاطرة ولا تقدرو مترمضوش فلافاقين تخلوهم بهذا الطريقة بعد ما قلنا لي بولد تعنا ونحيناهم خليناهم في قوتي هناك قاشي تحبب بصلة صغيرة في العشواخ كيما كتشوفو انا في هاد التعجين نبغي نغابي مليح البصلة تعيي باش متجينيش بينها زيت هنا رابيت تعليها سنينة ولا زوجتاعد التوم ما كاش عندكم ديرو توم بودرة عادي مكاش مشكل نقلو هاد البصلة تعنا مليح مع التوم ونضيف لها الفيديو راحني مسرعتها شوية المهم نربي لها هنا يا سنينة ولا زوجتاعد التوم قلت لكم وما كاش عندكم استعملوا بودرة مي من الاحسن جيتهم فصل كيما كتشوفو نقليهم ليح ونزيد لهم المكونات هاد الاساسية اللي هي الجازر قطعتها كيما كتشوفو هاد التقطعها على الجازر على حساب الدوغة تعكم انا باش نضيف كوري طاجين تعي فقط زيت لها زيتون اشي ورقة تعرنت نقليهم ليح باش يدولي هاد البنة تعالى الزيت اللي قدلت ديجا فيها هادك اللحم تعيي زيت لها هنا يا حبة توماتي شغابي ولا بيوري تعالى التومات كيما كتشوفو نخليهم يتقلى ولي يدولي هاد البنة لازم الطاجين تعكم يتقلى مليح باش تباش الطاجين تعكم يجيكم بنين لازم تخلوه يدي وقته في التقلية قبل ما دلو زي بي سينو يتحرقوا هنا قدرت شوية تعقونكم بنسيتا قصبر مطحون و بنسيتا فلفل اكحل هنا ما كاش عندي زنجبيل من الاحسن انكم استعملوا زنجبيل انا توجو نستعملها في طاجين تع الزيتون ولا رفقها مع الدجاج توجوه ما يمكاش متواجد عندي من الافضل انكم استعملوا و زيت هنا كيما كتشوفو لبنت زيت هنا يا حبيبة تعالى الجومبو والدوق كيلي ما يبغوش استعملوا الجومبو عادي كل واحده دوقت ساعة انا هنا ملل فطاجين تعالى الزيتون انا اي بي تي الملح اندي نغيل الحبيبة تعالى الجومبو ونشوف في الاخر نشوف لا نضيف الملح ولا لا ونمرق بالماء الساخن كيما كتشوفو البنات لا نمرق بزيزة بشيء لا نستحق قصوص كبيرة و خليها الطيب خليتها 1-10 دقائق قاعدة 4 ساعة لفات كي طعب لي هاتك الزيتون والزرودية واختارت لي كيما كتشوفو نضيف لها هذه الكوريات على الدجاج تعي المحشوه بالجبن ما نحرك بالفور نحرك بالعقل بس كو الدجاج ما فيش الروح واني حاشته بالخوماش ما خليش تطور بزيزة 3-10 دقائق وانتفع لي هاتك البنات تدخلهم هاتك العصوص فقط ونحوهم من الفور تحصن على الطابق جام ما شاء الله كيما كتشوفو جا طري هاتك الدجاج صدقوني لبنات ولا اروح طبق رمضاني اقتصادي مئة بالمئة جام ما شاء الله شاهدكم في الجنة شاهدكم في الصحة لبنات نتمنى الفيديو تعالي اليوم اشتراك على القناة والاشتراك على الفيديو والاشتراك على الفيديو والاشتراك على الفيديو فيسبوك كوك الندزد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتراك في الفيديو جديد ان شاء الله